أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم وتطوير تلك المشروعات وسعي لإتاحة المزيد من البرامج والإجراءات لتهيئة المناخ اللازم لتشجيع ونمو هذا القطاع المهم جاء ذلك خلال القائمة بولي مع رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز وفي ختم اللقاء كلف رئيس الوزراء بالتوسع في جهود التسويق للمنتجات بمختلف الوسائل لافتا إلى أهمية التنسيق مع المسوقين العالميين عبر الإنترنت لتسويق منتجات العارضين في معرض تراتنا